الآثار العراقية ومنها 33 ديرا وكنيسة اكتشفت في منطقة الرحبة بمحافظة النجف كنز حضارية ومادية كبيرة تشكل إهمال الحكومي الكبير الرحبة ترتبط بالنجف من خلال تاريخها كمنفذ يربط ما بين النجف وبلدان الجزيرة العربية كحائل والبادية الغربية بشكل عام هذه الصلاة الحضارية تحمل لنا الكثير من التراث الذي عبر الزمن كان يحمل تلاقح الأفكار ونقل البضائع والسلع بين هذه البلدان هناك كثير من المناطق التي يمكن استثمارها سياحيا في النجف وفي مقدمة هذه المناطق هي منطقة الرحبة التي تحتوي على كثير من المعالم التاريخية التي تعود إلى الديانة المسيحية التي سبقت انتشار الإسلام قبل 14 قرن وأيضا الرحبة كانت واحدة من محطات طرق الحج القديم في العراق وإلا أنها أهملت طوال العقود السابقة وهذا الإهمال أدى إلى التراجع الحضري والمديني في هذه المنطقة وإلى مزيد من الإهمال وإلى تراجع مكانة هذه المناطق ثلاث بعثات أجنبية نقبت في المواقع الأثرية بمنطقة الرحبة في ثلاثينيات القرن الماضي لكنها اليوم تشكو من إمكانية اندثارها إثر توقف عمل البعثة الألمانية ما يحرم العراق من مورد وثروة كبيرة دائمة أن كل شيء بالعراق هو تاريخ وحضارة وديانة ومعركة وقصة فالعراق من شمال إلى جنوبة كل تاريخ وكل حضارة وكل قصص رائعة جدا عندنا الحضارة السومرية والحضارة البابية والحضارة الأشهورية وعندنا ما بينهما من الحضارات فطريق الحجي البرى والرحبة يعني لو تعدين 25 ألف موقع أثر بالعراق من غير المكتشف لو رؤيت بشكل صحيح لدخلة الملايين للعراق ليستمتعوا بهذه الموجودات هذا يحتاج إلى رؤية وإلى ثقافة أن هذه الأرض تتحول إلى متحف لحتى كل الناس جميع حال العالم زور هذا المكان ولكن هذا يحتاج إلى قدرات وإلى ثقافة جديدة وإلى إمكانات خلابة بحيث أن ننهض بهذا البلد تنسين النفط وتنسين كل الأشياء الأخرى والسياحة تكون هي نفط دائم للعراق منطقة الرحبة التاريخية التي تعود للقرن الأول للميلاد في زمن مملكة الحيرة القديمة تنتظر اليوم قرارا بعودتها للحياة بعد أن همشتها الجهات الحكومية المعنية